وعلى المستوى الأوسع للاستقرار ومواجهة الإرهاب أعلن ممثل أقليم كردستان في العمليات المشتركة اللواء عبدالخالق طلعت انهاء جميع التحضيرات والإجراءات العسكرية والفنية لانطلاق خطة التنسيق المشترك بين وزارتين الدفاع الاتحادية والبشمرقة وأكد اللواءين سينخريطان بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر للشروع بعمليات تطهير ومعالجة الفراغات الأمنية بين الجيش والبشمرقة في صلاح الدين وكركوك وصولا إلى الديالة والحدود السورية عند محافظة نينوة وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتين الدفاع الاتحادية والبشمرقة أربعة بنود الأول فتح مراكز التنسيق المشترك والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبشمرقة أما الثالث فهو نصب نقاط تفتيش مشترك بين الجانبين والأخير عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواتع ومطاردة بؤري وأوكار داعش إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب